بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة هي تعتبر الحلقة الأخيرة من حلقات المراجعة في انتظار إن شاء الله الحلقات بتاعة مراجعة ليلة الامتحان واللي نازلة حسب الجدول اللي نزل على القناة يريد تتابعوا الجدول اللي موجود كان على القناة اللي نزلناه اللي هو حيكون فيه مواعيد بس وعرض الحلقات بتاعة ليلة الامتحان إن شاء الله بإذن الله اللي هي يوم الأربع اللي هو يوم أربعة وعشرين ستة بإذن الله تمام؟ في البداية لو أنت ما فعلتش زر الجرس أو ما عملتش اشتراك أصلا في القناة فيريد تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش إنك تعمل أهم حاجة في الكلام ده كله إنك تعمل شير للفيديو ده على صفحتك على الفيسبوك أو تعمله شير حتى على الحالات بتاعة الواتس أو تعمله شير بأي طريقة من الطرق لغرضين بس أول حاجة آآ علشان بس يعني زمايلك اللي ما سمعوش بالقناة يسمعوا يا دي أول حاجة دعما منك للقناة الحاجة الثانية علشان بس اللي ما ليحكش يسمع الفيديوهات دي أو ما يعرفش عنها أي حاجة أو بيدور على حاجة يشوفها يتفرج عليها عشان ليلة الامتحان عشان مش قادر ينزل من البيت يروح سنتر ولا يروح أي حتة خلاص او ما عندهوش امكانية ان هو اصلا يروح اي سنتر او كده فزميلك ده محتاج لأي معلومة او لأي فيديو يتفرج عنه وبالتالي انت هتستفاد حاجة كبيرة جدا ان انت هتاخد سواب زميلك ده اللي يتفرج على الفيديوهات وهو ممكن يدعي لك وممكن ربنا يكرمك في الامتحان ان شاء الله بتاع الانجليش ويعودك ان شاء الله خير في امتحان العربي اللي امتحنته بإذن الله بسبب انك شيرت الفيديو ده لحد من زميلك وهو استفاد وفي النهاية في نهاية الفيديو ما تنساش انك تدعي لي دعوة بظهر الغيب او لو عندك تعليق او اي كومنت على اي سؤال اكتبه في الكومنتات ان شاء الله وحكون فاضي ان شاء الله على طول اونلاين بازن الله لشان ارد على كل اسئلتكم لحد ما توصلوا لباب لنية الامتحان ان شاء الله الحلقة بتاعت النهار ده هي تكملة لحلقات المراجعة او تقريبا هي الحلقة الاخيرة من حلقات المراجعة الاولية مش هي نهاية المراجعة خالص يعني ما فيش فيديوهات تانية على القناة لا احنا زي ما قلنا في بداية الفيديو احنا عندنا تكملة ان شاء الله فدي الحلقة الاخيرة لحلقات المراجعة اللي بدأناها من اول يوم بعد ما ضلعته من الامتحان العربي بدأنا حلقات مراجعة فدي اعتبر الحلقة الاخيرة كنا في كل وحدة ماشيين بسستم او بنظام اللي هو ثلاث وحدات وشبتر في القصة لكن النهار ده الوضع مختلف احنا عندنا تو يونيتس الوحدة التلاتاشر والوحدة الاربعتاشر اش معنى ما فيش الوحدة الخمستاشر لان خلاص اتحزفت فعوضنا عنها بشابتر زيادة بدل ما بناخد شابتر واحد خدنا اا شابتر تعالوا كده ندخل في المهم وفي المضمون عشان ما نتكلمش كتير ان شاء الله ندخل على الاسئلة اول اسئلة بتبقى عن الوكابلاري اول واحدة بيقول كل دولة دي صفة يا جماعة والصفة تحتاج لبعدها الى موصوف والموصوف دائما بيكون اسم خلاص فمنفعش اقول تمام لانو مفعش صفتين واربعت ينفع صفتين واربعت ازا كان فيه وراهم اسم بس انت هتحط صفة وما فيش اسم وراهم يبقى لابده من وجود الموصوف اللي هو بيكون عبارة عن اسم لها كلمة اللي هي معناها التقالية انت لا تحب الفيلم اعتقد انه جيد ويصفها شخصية يبقى نقول بيرسونالي بيرسونالي في هنا عندي كومة هي لو ما اخدش بالك منها طيب انا ممكن اخد كلمة بيرسونالي الناس اللي حضرت في سؤال خدته قبل كده في الحلقات الاولين قلت انا ممكن اخد كلمة لو حطيت كلمة هنا اقول ان بيرسونالي طيب لو شيلت ان اقول بيرسونالي خلاص كده جماعة الاف الاشخاص صفوا في الشوارع وقفوا صف يعني في الشارع يعني كانوا عايزين يشاهدوا مرور الرئيس فاحنا قلنا عشان يشاهدوا الموكب كلمة موكب هنا معناها نحصل على رخصة قيادة وانا عندي هنا عايزين نقول يعتمد على يبقى الاسئلة سهلة واضحة والاسئلة في الامتحان ان شاء الله هتكون اسئلة واضحة وسهلة زي ما كانت الاسئلة واضحة وسهلة في امتحان العربي وان شاء الله حتى المواد اللي بعد العربي الانجلش ان شاء الله هتكون اسئلة سهلة ومباشرة فيريد تخلوا بالكم في فيديوهات المراجعة لانه ان شاء الله اتوقع بنسبة كبيرة انه الامتحان آآ لن يخرج عنها بعونر لها ان شاء الله number five this movie هذا الفيلم فاز بالكسر من معناها الجوائز او الهدايا او المنح يعني ادزا كان فيلم فستيفل فستيفل معناها مهرجان مهرجان فيلم كان او مهرجان كان للافلام نمبر سيكس شاهدنا لايه فوق البرج من شباك الفندق يبقى شاهدنا ايه فوق البرج اللي هي الالعاب النارية طيب نمبر سيفن بيقول انا جربت اللغز ده عايز اقول استسلمت لانه كان صعب جدا بنقول معناها يستسلم نمبر ايت عايز يقول عايزك لو عاوز تتعلم او لو حابب انك تتعلم آلة موسيقية بنسميها آلة موسيقية خلاص يا جماعة طيب نمبر ناين تموروز باريد باريد معناها احتفالية او حفلة يعني او موكب تموروز باريد زا ففتس انيفرسري الزكرة السنوية الخمسين اوفزور للحرب هازي نقول يميز او يوضح او يحدد نقول ايه مارك نمبر تن زا دروت اللي هو الجفاف هازميت فارمرز جعل الفلاحين انكشس انكشس يعني قالقين مرعوبين كده يعني اباوت زا عن ايه بشأن الهارفست الهارفست اللي هو الحصار او المحصول يعني الاجتماع القادم عايزين نقول سوف يحدس او يوما الخميس يبقى نقول معناها يحدس يبقى معناها يحدس طب في لا اسميها معناها يشارك فيه نمبر اكسنت اكسنت معناها لهجة يجعل من السهل ان نتعرف على صوتها عايزين نقول لهجة لهجة ده اسم على فكرة خلاص فالاسم يحتاج قبله الى صفة هو طبعا كلهم موجودين هنا صفات عايزين نقول اي احنا عايزين نقول اللهجة بتاعتها المميزة يبقى كلمة مميزة اسميها نمبر سيرتين فايرفايتر زي رجال الاطفاء سيعي يقولون زات اجاز ديسترويد ضمر المبنى عايزين نقول انفجار في الغاز كلمة انفجار اسمها اكسبلوجان نمبر فورتين زي اكتشاف البنسلين اللي هو البنسلين الذي يستخدم في علاج مرض السكر اللي هو مرض السكري يعني وربنا يشفي جميع المرض ان شاء الله كان عايزين نقول حدث بارز او علامة مبارزة اسمها لاند لاند مارك واللاند مارك مش بتكلم على الاماكن بس ما قلوش والله برج القاهرة علامة بارزة في مدينة القاهرة مش لازم يكون مكان ممكن يكون حدث معين ده باسمه علامة بارزة او حدث بارس نمبر ففتين اللي هما البشر على مر ملايين السنوات عايزين نقول تطوروا اللي هي الفعل نقول معناها تطوروا اللي هي معناها المدخرات وتشاريتي معناها المؤسسة الخيرية عايزين نقول تبرعوا بيها للمؤسسة الخيرية يبقى تمام ضايق نمبر سيفنتين زا تيتشار جيف زا ووركشيتز عايزين نقول وزع جيف زا ووركشيتز وزع الاوراق تو زا سيودينز يبقى يوزع اسمها جيف اوت يبقى احنا عندنا جيف اوت معناها يوزع جيف اوي معناها يتبرع بهذا الشيء في خدنا فوق في رقم سبع جيف اب معناها يستسلم نمبر اتين هي هاز اه اف يعني عنده رابطات عنق او كرفتات خلاص ملونة بس احنا انا عندي هنا كلمة اوف مدام عندي اوف يبقى في اسم هنا ممفعش اخد سفة خلاص زا ان انا عندي كلمة ا هنا خلاص يبقى في ا وفي اوف يبقى باخد اسم يبقى اقول افاريتي مجموعة منوعة تمام لكن عارف هو لو كان شايل كلمة اوف دي اقول كده تمام يعني فهتبقى اكتر من صفة وربعة بتوصف كلمة لكن طالما قلت اوف يبقى لازم يكون في اسم مفيش صفة نمبر نينتين يو شود رايت زا فون نمبر داوين رايت داوين معناها يسجل سجل الرقم بفور يوفورجيت ات قبل ان تنساه نمبر توينتي شاهدنا فيلم وسائقي عن قصة عايزين يقول تطور الانسان اسميها من الاسئلة المهمة واللي متوقع في الامتحان انه يكون في سؤال على الفعل او الاسم اللي هو او او اخر سؤال في الصفحة دي بيقول هي مجموعة من الخطوط تحصل عليها لما تكون كبير في السن اسميها اللي هي التجاعيد في الصفحة اللي بعدها بنكمل اسئلة وهنا بنكمل عند سؤال نمبر توينتي تو معناها يعني البوليس لم يستطع حل اللغز نمبر توينتي ثري احدى العيوب اللي عيش في المدينة لماكن الامنة يبقى عايزين نقول قلة اسميها معناها قلة لكن عندنا كلمة معناها ايه معناها تصرف انها كانت قلة في الامن لو ليس قلة في المجهود التي افشلت خطتهم اسميها الفعل معناها يهزم او يغلب او يفشل الخطة طيب نمبر توينتي فايف بوليس او الشرطة يبحثونا عن مراهق هو عايزين نقول فوق ده من المنزل باسميها وخلي بالك كلمة خلاص اللي هي معناها مفقود بيجي قبليه حاجة في الاتنين يا اما اقول تمام يبقى اما بتاخد فعل اللي هو او اللي هو الفيرب اللي هو مثلا في الماضي او كده خلاص اللي هو بيجي اللي هو فعل اصلا يبقى انا اما باخد فعل بي اللي هو فيرب تو بي اما باخد فعل جو مع كلمة ايه بقى مع كلمة ميسين طيب نمبر توينت سيكز بوليس ار فايتنك اطف يعني يقاتلون اطف يعني قاسي اجينست كرايم ضد الجريمة بقى يقول اطف باتل معناها معركة قاسية ضد الجريمة بينما كنت اسلم تقريري احد الاشخاص في الخلف كان يزعجني كل دقيقتين يبقى معناها يزعج او يضيق يعني عايز يقوله ينفع تعد علي في البيت او تيجي تزورني عد علي في البيت او تعالى زورني اسميها موجود عندنا في المنهج معناها يعد علي يعني في البيت او يأتي لزيارته نمبر تونتيني ناين اه يوج اجزت اجزت معناها موجود بتوين زا لايف ستايلز بان اسليب الحياة وغزرتش الاغنياء انت زبور عايز نقول هناك فجوة ما بين الاغنياء والفقراء في اسليب المعيشة يبقى نقول هناك ايه جاب نمبر ثيرتي تير نوف زا تيفي اطف التلفزيون سو يو كان اون يور هاموير عايز نقول ركز في الواجب ومعا حرف جر اون يبقى تكونسنترات نمبر سيرتي ون زي نيفر عب زا ميستري عب زا ميسنج موني يبقى مادام عندي عب ومعناها ميستري معناها لغز يبقى نقول كلير عب معناها يزيل اللغز او يحل اللغز نمبر سيرتي تو زا ستوري ووس سكسفل القصة كانت ناجحة جدا زت اتووز انتو افيلم عايز نقول اتحولت الى فيلم يبقى نقول ميد انتو اسميها ميد انتو الفعل ميك وراء انتو معناها يحول كزا الى كزا حول القصة الى فيلم خلاص يحول علبة الكنز الى لعبة للاطفال وها كزا اسميها ميد ميد انتو ده كان اخر سؤال في الفوكابلاري تعالوا ندخل على الجوز ايه الجديدة في الجرامر واول حاجة هندخل فيها هي الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر ولا بيجي ورا ايني جي ولا اي بيجي وراها وده درس باعتمد على الحفز نبدأ في اول سؤال في الجرامر بيقول اي دو نو واتشي وانتس الفعل وانت بياخد بعده معروفة تو المصدر العبارة اللي بعديها انه لا فائدة معروفة بيجي وراها اي ايني جي لانه ده درس معتمد على الحفز وليس هناك اجزاء كثيرة للشرح نحتاجها يعني خلاص طيب نمبر سي اي هاف انفيتد سفاء الفعل انفايت ورا مفعول وبعدين تو المصدر اي كانت هيلب تعبير زي وزي اتس نو يوز بيجي وراها اي ايني جي اي كانت هيلب وندرين يعني يتساءل نمبر فايف زي دونت اللاو الفعل اللاو معروف وحفظينه حتى بدأ من اللحدة التاسعة الفعل اللاو بيجي وراها مفعول وبعدين بيجي بعده تو والمصدر نمبر سيكس he always spends all his time الفعل سبنت معناه ينفق او يقضي لكن هنا وراها تايم معناها يقضي مش معناها ينفق ينفق لو كان وراها اموال فورزا مدير اكزامز يبقى سبنت بيجي وراها اي ايني جي spend the time revising طيب نمبر سيفن كانت مشغولة جدا الفعل بيزي خلي بالك معنا او الصفة قصدي بيزي الصفة دي اللي هي بيزي خلاص لما بيجي قبليها او امو ازو ار اللي هو فيرب تو بي بيقول لك بيزي لما يجي قدامها لازم يجي وراها ايه لازم يجي وراها ايني جي ممكن حتى طبعا انا عارف حيسأل سؤال دلوقتي هنا يقول لي طب دي مش ممكن تبقى 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 القاعدة اللي هي بتاعة تو والصفة والمصدر اه ممكن تبقى معناها اختي صغيرة جدا اللي دريت انها مش قادرة تحل الواجب بتاعها يعني هي صغيرة اصلا حيدوها واجب طيب خلاص نفترض ان هي صغيرة ومودوها واجب مش قادرة تحله كان من المفروض بنحط جملة هنا ويروح يقول لي انه الواجب بتاعها امي ساعدتها في حل الواجب اختي ساعدتها في حل الواجب خلاص ثابت الكراسة من غير حل وهكذا كان لازم يجيب جملة هنا توضح طيب نمبر ايد سامي سامي للباسبورت فقدان سامي للباسبورت فروم ومعروفة فروم يبقى يجي وراها اي ايني جي ترافل نمبر ناين زاد شايل دينايد الفعل ديناي معروف انه بيجي وراها اي ايني جي استكمالا لأسلة هنا سوال نمبر تين بيقول الفعل اللي هو معناها ينسى بياجي وراها الاتنية ممكن ياجي وراها تو المصدر ممكن ياجي وراها ايني جي لو نسي شيء لم يفعله لسه لما قم به اصلا معملهوش لسه بناخد تو المصدر لكن لو نسي حاجة كان اصلا اصلا عملها قبل كده بناخد ايني جي طب تعال نقرب الكلام بيقول اي كومبليتلي فورجوت هير انسيت ان انا جيت هنا لما كنت صغير زبا تذكرت او والدي احضروني هنا يبقى معناها تذكر شيء فعلهو يبقى ناخد اي ايني جي طيب الفعل لما يبقى معناه نادم نادم بتاخد اي ايني جي لكن يؤسفني بياجي وراها تو المصدر ولزاك لو ما يكون ببلغ حد خبر ما يقولوش انا ندمان انا مالي انا اندم ليه يقولو يؤسفني طغلما يؤسفوا ني يبقى اخد تو المصدر لكن انا نتمنع الحاجة باخد اي ايني جي يبقى اي اي رجريت تو انفورم يؤسفني ان اخبركم انه مستر اسميس هاز باس دا وهي مر يبقى يؤسفني طيب نفس الكلام بتاع فورجوت بياجيوا اراها برضو ايني جي وياجيوا اراها تو المصدر لو يتذكر شيء لم يقم به يبقى بياخد تو المصدر لو تذكر شيء هو قام به بياخد ان انا بلغت العنوان انا متأكد مانا قلت لها يعني او اخبرتها. يبقى قام به ولا لسه لم يقم به. يقول لك انا متأكد. يبقى قام به. يبقى ناخد طيب. الفعل وراء مفعول ناخد المصدر. ده من التعبيرات اللي بياجه وراها اي اني جي زي اه نمبر وطبعا احنا لسه قلين ان لما بياجي وراها المصدر معناها يقصفني. يبقى لما يكون يقصفني باخد طو المصدر. لما يكون ندمان باخد ايه? باخد اي 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 جي. زت يو كانت احنا مش هنقدر نشغلك معنا. ليس لدينا وزائف حالية وزائف ملائمة. يبقى هنا برضو معناها يقصفني مش انا ندمان يبقى طو والمصدر. نفس الكلام برضو الفعل شرحنا دل مرة التالية حنقوله. انه لما بيبقى معناها يقصفني بنا ياخد طو المصدر. لما يكون ندم باخد ايه? باخد اي 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 جي. لما كنت في المدرسة يبقى اقول ياجي حد يقول هي فين اصلا من غير ما مش هتنفع. ينفع حد في الدين يقول انا ندمان ان انا ذكرت بشدة لما كنت في المدرسة انا وصغير زمان ماينفعش طبعا تمام? باي. نمبر سفنتين كلمة بوست بوند معناها يؤجل والفعل بياجي وراه اي اي جي. نمبر ااتين بيقول فريد اوفرد. الفعل اوفرد بياجي بعدو المصدر يبقى تو هلب. زي اكيوزدني اوف معروف وراها اي 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 جي ستيلنج سرقة. رقمته ينتي بيقول اي ويش. شي وودن تاتي سوفاست. اتمنى اني مكلتش بسرعة. اي كانت بير. الافعال او التعبيرات اللي بيجي وراها اي 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 ودلوقتي ندخل لقاعدة جيدة اللي هي قاعدة الالزام والضرورة اللي هي بتاعة مست ومسنت وهاف تو وهاز تو كده ونيد تو اه في السؤال راقم واحد وعشرين بدأ كلام وقال يعني حسنا يعني لا يا همك يعني بالضبط لما يكون مسلا معك اخوك صغير في البيت وتكبل منه مسلا كباية العصير انت بتقول له ولا يهمك بتطمنه يعني يعني لا داعي للقلق ان تأتي لحفل مونة حفل زفاف مونة اذا لم ترد ذلك لو انت مش حابب انك تاجي فانت لست مضطرا لست مضطرا اللي هي اصلا تمام طيب يجي حد يقول له معلش مصنت ليه ما نفعتش نقول له مصنت دي بتستخدم في تلاتة يا اما تحزير او تحريم او منع وهنا ما فيش ولا حاجة من التلاتة دول طيب كان طبعا معروفة ان احنا مش هناخدها كان دي بتاعت الاستنتاج خلاص تبع القاعدة اللي اتحزفت اصلا طيب مال الاخيرة دي ليه ما تنفعش مش هي نفس الاستخدام ونفس الشكل لكل حية يقول له لا هي اه نفس الاستخدام لكن شكلها هنا يحتاج الى كلمة اقول وهو بيعمل معك كده في الامتحان ولزلك القاعدة دي او السؤال ده ما تخافش منه خالص في الامتحان سؤال الالزام والضرورة لانه دايما يجيب جملة مسلا فيها وهي اصلا الفاعل يو كده يعني خلاص يجيبها لك من غير تو يحطو لك ويحطو لك معها تو مع انه اصلا مش بتاخد تو وهكذا يعني تمام طيب روح رقم تونتي تو تلينة وعشرين بيقول ستيوبت بول يعني يا ولد يا غبي يعني او ايوها الولد الغبي بينهروا يعني يو بلاي وز ما تلعبش بالكبريت يبقى لا يجب ان تلعب بالكبريت العبارة دي كلها بتعبر عن حاجة من التلاتة اما تحزير او تحريم بحرم علي الحاجة دي او بمنعه واحنا بنستخدم مصنت في التلاتة دول في تلاتة وعشرين بيقول تذكر الباسبورد بتاعك لو جواز السفر وإلا زي وانت لت وإلا لن يسمحه لك بالدخول على او بركوب اللي هي بركوب الطائرة في الاجابة دي حنستخدم كلمة لان احنا هنا عندنا الزام وضرورة بمعنى عدم الالتزام بهذا الشيء او بهذه القاعدة يؤدي الى ضرر ايه الضرر انا لو ملتزمتش بالباسبور الدرر اللي هيبقى علينا مش هركب الطيارة فهتفوتن خلاص يبقى اقول لي ايه يومس طبعا يومش بتاخد هاز خلاص يجي حد يقول لك ما هي هاز تو بتساوي مصتو احس ان هما الاتنين زي بعض يا سيدي هو رفع عنك خالص الحتة دي ما خليها شهاف خليها هاز طيب يجي حد يقول لي طب ما اخد هاد تو وهو كلام كلام في الماضي يعني او كده اقول له زي كلم في المستقبل كلم حي في المدارة خلاص كده طيب بيقول نسرع هري معناه يسرع يعني عايز اقول لا داعي لان نسرع مش محتيين نحن نسرع ليس هناك داعي خلي بالك في عندي هنا بس دي بياجي وراها ايه بياجي وراها يبقى دي ناكس اصلا طيب ايوة فعلا دي بياجي وراها مصدر طب مصنت ما ينفعش نقول لا ياجيب ان يسرع ده تحريم مش تحريم ده مش هتنفع مصر يبقى الاختيار كده يقع ما بين كلمة ونختار بش معنى بقى لانو دي بتعبر عن مضارع اما دي بتعبر عن ماضي طب اش معنى انت اخدت الماضي لوجود كلمة هاد هنا فيجي حد يروح يقول لي هو انت ازاي اصلا انا مستر بتقول ان دي تنفع مش دي المفروض بتاخد وراها تو نقول له لا لكن اللي هي منفية نفسية مش بتاية وراها تو يبقى انا ممكن اقول او لكن خليها كده مش بتاخد تو معها بتاخد مصدر على دول وبتعبر عن مضارع عايز يقول ما كانش في داعي ان احنا اشتري كل الكيكة دي للحفلة مفيش غير بس اتنين فقط هما اللي جوا خلاص طيب خلي بالك معنا اولا هو بيقول يبقى كلامي في الماضي يبقى دول مش هينفعوا لانو دولا بيتكلموا عن مضارع يبقى الاخيرة والاولى ما لهمشي لازم فكلامي في الماضي فانا عندي حاجتين في عندي معناها لم يكن هناك ضرورة وفي نيد انتهاب وتصريف ثالث وبرضو نفس المعنى لم يكن هناك ضرورة خلاص كده طيب الفرق بين الاثنين دولار لما اقول ديد انتهاب تو المصدر معناها لم يكن هناك ضرورة ركز معاي ولم يفعل هذا الشيء مع عملش الحاجة دي خلاص لكن نيد انتهاب والتصريف الثالث لم يكن هناك ضرورة بالرغم من أنه قام بهذا الشيء. يعني أقوله ما كانش فيه ضرورة نحن نشتري خمس تذاكر خلاص? انت دفعت الف جنيه مثلا يعني في الخمس تذاكر دور. يبقى خلاص هو معناها أنه قام بهذا الشيء. يبقى لما بيقوله ما فيش غير اثنين بس لجو يبقى معناها أن هو اشترى كيك كتير خالص جدا وهناك أشخاص لم يأتوا لم يأتي إلا اثنين فقط يبقى معناها لم يكن هناك ضرورة وفعل هذا الشيء يبقى ناخد والتصريف التاني. لكن لو كان لم يكن هناك ضرورة والشيء ده لم يحدث يبقى يبقى أقول ستة وعشرين ويقول زي صين اللافتة أو الإشارات أو العلامات المرورية دايما بتاخد مصد ومصد يجبها زي صين سايز نو باركين زيت مينز يو مصند بارك هير في تونتي سيفن بيقول يو جوتو زي سيريموني اللي هي الحفلة أو الاحتفالية يعني أو المناسبة if you don't feel like it لو مش عجبك it will be very boring in a way على أي حال هي أصلا هتبقى بورينج مملة يبقى لستة مضطر نان فنقول don't have to ما ينفعش أقول مصند لأن احنا عرفنا نبتستخدم في ثلاثة دي can't وما تنفعش برضو don't need قلنا محتاجة كلمتين هنا محتاجة to 28 بيقول we couldn't find a hotel لم نستطع أن نجد فندو so we sleep in the car اتطررنا أن ننام في السيارة it was so uncomfortable لم يكن مريحا على الإطلاق يبقى كنا مضطرين أن وبيقول we couldn't couldn't بتدل على ماضي ولذلك من هنا بيدل على الحي حصلت في الماضي had to اللي هي الماضي بتاع have و has to طيب في number 29 بيقول we get up early نستيقظ مبكرة because it was a holiday عشان هي كانت أجازة يبقى علشان الدنيا أجازة لسنا مضطرين أن نستيقظ سوي sleep till late نمنع الوقت المتأخر نقول didn't have to لأنه احنا بنتكلم على it was a holiday كلامي هنا في الماضي لذلك أنا كان ممكن أخد لو بيتكلم في المدارة لو بيقول it's a holiday تمام it will be a holiday لكن هو بيقول it was a holiday فاخدنا didn't كلمنا في الماضي طيب في number 30 بيقول تنهي التقرير اليوم ممكن تخلصوا بكرة براحتك يبقى لست مضطرا أن اللي هي معروفة اللي هي كلمة ياجي حد تاني حضرش في أول الفيديو أو من شوية كده يقول didn't دي مش بتاخدتون يقول له didn't دي بياجي وراء مصدر بدون تو مش محتاجة أصلا لكلمة لكلمته وبينتهاء السؤال رقم تلاتين دهنكو خلصنا أسئلة القواعد اللي هما بتوع آآ يونت تيرتين ويونت فورتين ودي آخر حاجة وصلنانا في المهنج فتعتبر دي آخر قاعدة مقررة علينا فيما عدا ذلك دي كل حاجات ايه محزوفة زي ما انتم طبعا آآ عرفتم خلاص دلوقتي حندخل على شابتر في مراجعة دولة اللي هما عاملين في كل شابتر عاملين له أربع آآ نمازج أو أربع آآ أسئلة أو أربع فقرات في كل سؤال طبعا احنا جايبينه على شكل نموذجي زي ما بيكون في الامتحان أربع أسئلة اختيارات وثلاثة أسئلة وطبعا حضراتكم كلكم عارفين أنه الأربع الاختياري دول دول إجباري نحن لازم نحلهم أما الثلاث اللي هما اللي تحت دولة احنا بنجاوب على اتنين فقط والثالث ممكن نسيبه أو ممكن نحله فهو بيختار لك درجة اتنين فقط من الثلاث أسئلة دول تعالوا ندخل بقى في الموضوع على طول أول نموذج بيقول طلبت إيه من الفلافيا إنها تعمل في الخطاب بتاحها لما أرسلت لها خطاب الإجابة حتبقى الأخيرة اللي هي لا تقبل أي دعوة من مايكل كل العبارات دي أو كل النصائح دي أدته أنتونيد دي موبا للأميرة فلافيا في الخطاب اللي أرسلته لها ساعة مكان الدوق مايكل بقيت لخطاب بيدعوها إلى أنها تاجي لزندة لكن هي أنتونيد دي موبا بعثت لها خطاب تحذرها في من الزهاب إلى زندة وبتنصحها بالثلاث حاجات دول نمبر ثو رسندل يستطيع أو يتمكن أن يهرب من السمرهاوس بطريقة واحدة إيه هي باي كلايمينج ألدر أن يتسلق السلة نمبر ثري ما اللعبة إيه هي اللعبة اللي كانت بتلعبها أنتونيد مع رجال الدوق مايكل شي وطل زدوق سمن سوف تخبر رجال الدوق زدت رسندل هي كانت بتقول للرسندل لما يجوا رجال الدوق مايكل هنا حقولهم أن رسندل ما جاش هنا خلص لكن لأسف هي بمجرد ما كانت بتقوله الكلام ده فهم وصلوا على طول اللي هم رجال الدوق مايكل نمبر فور بيقول هاو ميني بيبو كمعادة الأشخاص دت سابت أمر سابت إن هما يحرصوا رسندل من هما ست رجال طبعا ست رجال دول يختلفوا عن رجال الدوق مايكل دول ستة من رجال سابت كانوا بيحرصوا رسندل في الكابيتل في العاصمة علشان طبعا كان بيقوله دايما لو أنت اختفيت اللعبة هتنتهي كلها عشان كده كان بيحمي من رجال الدوق مايكل فكان جايب ستة بيحرصوا طيب السؤال الأول هنا في الكريتكال سينكينج بيقول why wouldn't it be a good idea for رسندل to go to زندة ذهاب رسندل إلى زندة سوف يكون يعني wouldn't it be a good idea لن يكون فكرة جيدة ليه بقى لأنه he might be killed احنا نجاوب طبعا إجابات مختصرة خلاص لك أنا دايما بقول للناس في الامتحان بتجاوب إجابة كبيرة يعني تحاول تتكلم عن النقطة دي أو السؤال ده بكل ما يتعلق بي يعني خلاص كل ما يدور حول هذا السؤال تحاول تكتبه يعني هو جايب لك تحت السؤال ده أربع أصدر مثلا تكتب الأربع أصدر وتعبيهم ما تخليش فيهم مكان معرفش بقى تجيب كلام من فيه تجاوب الإجابة المزبوطة الصحيحة اللي انت شايفها صح وبس أهم حاجة إنك تمنى الأصدر لكن أنا هنا بجاوب إجابة مختصر عشان وقت الفيديو طبعا إيه مش هيزمة أقول هو ربما طبعا يقتل يجي حد يقول طبا مستر ممكن بس تساعدنا في السؤال ده نقول إيه بعد كده يعني بعد يقتل لو كان في كذا سطر أقول إذا ذهب إلى زندة ربما يختطفوه ويذهبوا معه سوف يقتلوا الملك الحقيقي وبعد ذلك نقول يبقى الحاكم الجديد خلاص كده ده كلام طبعا عادي جدا وعامي وكلنا عارفينه حاجات عادية خالص بس ما تستغربش إنه فعلا المصاحة محتاج الحاجات دي إنك تكتب الكلام لكن ما تكتب ليش إجابة مختصرة كده أعتقد إنك مش هتحصل على الدرجة كاملتا لكن أنا بكتب طبعا زي ما قلت وبكرر أنا بكتب إجابة مختصرة هنا مش بكتر في الكلام عشان خاطر وقت الفيديو ليه كان عاوز يخبر الحقيقة إنه مش الملك الحقيقي كنا ديما بنقول إن هي شد نو إجابة الحفظين إحنا شد نو لابد أن تعرف كل شيء لابد أن تعرف كل شيء عن زوجها المستقبلي نوبر ثري هاو ديو سينك سابت هاز أولويز بيسايد راسندل بيقول لك كيف تعتقد سابت كان دائما بيسايد راسندل بيجوار راسندل توقعهم عشان يحرصوا أن تكوريكت هز مستيكس وصحح أخطاقه نقوله كان دايما معاه لكي يحرصوا نقول له مثلا كده نفتح قصين رح نقول مثلا يعني على سبيل المثال طبعا مش عايزين نكتب إجابة طويلة هنا عشان الوقت رح نقول رحلته إلى زنده معاه لما كان رح معاه زنده كان عشان يحميه خلاص طيب هنا جي نقول بقى نجيب أي مثال لما كان بيبقى معاه عشان طبعا عشان يصلح له أخطاقه لما كان بيستقبل الناس اللي كانوا بيجوه له في البلس في القصر طيب السؤال اللي بعده أو في النموذج اللي بعده يقول في نمبر وان في حالة عدم الحصول على رسالة من راسندل زي مرشال وطبي المرشال هيبقى إيه بقى المرشال هيبقى هيبقى على رأس وقيادة العاصمة اللي هي أيهما قد يكون غير عادلا من وجود نظر راسندل في دولة يكون غير عادل أن يطلب من فلافيا أن هي تتزوجوا كنا دايما بنقول هو ليه لما يطلب من فلافيا أن هي تتزوجوا ليه لأنه كان بيقول هذا لن يكون عادلا نجابة كنا نحفظينها سمت ذات وود بي انفير ولابد أن تعرف كل شيء عن زوجها المستقبل نمبر سري ما الذي يجعله سابت يوافق قلنا كلمة دي معناها على مضب بالعافية مجبرا مغصوب يعني كانت فين أصلا الكلمة دي كانت لما راسندل عاوز يروح السمر هاوس لكن سابت كان رافض يقول لك ايه اللي خلى سابت يوافق في النهاية كده راسندل يعني يقل له على حاجة راح سابت ما قدرش يتكلم خالص وسكت لما راسندل سريتند هدد يقول له أنا هرجع لإنجلترا لو أنا مروحتش للسمر هاوس السؤال الرابع بيقول لما كان ماشي من قصرة اخبرته ايه حذرته وقالت له كن حازما اسئلة في النموذج ده اللي هو بيخضع للفصل الخامس بيقول لماذا امر ست رجال لكي يتبعوا في اي مكان يذهب اليه احنا طبعا هنقول عشان يحموا ويكونوا وراه في كل الحيطة ويحموا من رجال الدوق مايكل عشان لو رجال الدوق مايكل خطفوا فهم ممكن يقتلوا الكلام اللي حقلناها قبل كده لكن في عبارة كانت مكتوبة ايه بص باختصار وانت تكتب بعد كده طبعا ايه شرح الكلام ده او تفصيل الاجابة هو كان بيقول له كده يعني يعني اللعبة كلها او الحركة او الخدعة اللي هم عاملينها على الدوق مايكل كول هتبقى ايه انتهت نمبر 2 لمحدش لاحظ محدش لاحظ محدش لاحظ ان هو ليس الملك الحقيقي نقول سهل السؤال ده هو كان يشبه الملك الحقيقي زي كانوا بمثابة توقع متطابق وهكذا ليه الناس يعتقدوا ذات راسندل ان هو يبقى مجنون لو راسندل اخبرهم الحقيقة الناس حيقولوا ليه عليه مجنون ليه لانه 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 شبه الملك بالزبط فازاي يطلع يقولهم انا مش الملك فالناس يعتبروا ان هو ايه مجنون النموذج التالي تست سري في نمبر اوان بيقول ليه راسندل ارانج فورزة دو رتب للدوق وكان في لحظة كده من اللحظات بيقول للسابت وفريدز بيقول لهم تخيل ان انا رتبت انه الملك الحقيقي والدوق مايكل يقتلوا وانا ابجى ملك على طول ايه رأيكم فراح حتى سابت تخضوا في الاخر لما قال له لا انا مش هعمل كده وراح سابت قال له انت رجل صالح السؤال هنا بيقول ايه انا بفكرك بس بالموقف السؤال هنا بيقول ايه هو رتب وجات الفكرة دي على باله يعني انه يرتب ان الدوق يقتله وهو يبقى مالك على طول خلاص عشان محدش جادر يتعرف عليه كل الناس عارفين ان هو طبعا الملك في رده او في ردها على دعوة مايكل فلافي حتقول ايه هي ايه دعوة اصلا مايكل دعاها ان تأتي الى زنده فهي لما ترد عليه حتقول له ايه انها مريضة جدا ولا تستطيع ازها نمبر ثري ازاي رسند البره ارتكاب الاخضاء كان دايما بيقول انا بارتكب اخضاء لاني ايه ان انا بنسى ايه بنسى القوانين والقواعد رقم اربعة هو من يكون الحاكم المتوقع للريتانيا كلها مش للعاصمة لو الملك قتل البرينسس في الافيا ده كان كلام رسندل مع مارشال سراكنشز لما كان بيقول له انت عارف هو البيزة نيو رولر اف الريتانيا انت عارف مين هيبقى الحاكم الجديد قال له ايه عارف البرينسس في الافيا اسئلة الكريتكال سينكينج بيقول في اول واحدة ازاي انتوانيت كانت مفيدة لهم جدا كانت تعمل مثل الجاسوس ليه؟ لانها عايشة طبعا وسط الدوق مايكل كانت تعيش في جوار الدوق مايكل كانت دائما بتحكي لهم عن كل الاسرار طيب نمبر 2 سابت روبرت لنينجرام وكرافستن كان بيقول عليهم التلاتة الريتانيين اللي هما الروبرت لنينجرام كرافستن وكرافستن لماذا تتفق معاه انه كان بيقول عليهم اكثر مجرمين سبب رئيسي زي هما بيعملوا لصالح ذا الدوق الشرير ده سبب رئيسي خليهم هما من ايه؟ من اكبر المجرمين في الريتاني نمبر 3 هل انتوا ندموا بقى شخص يمكن ان يعتمد عليه؟ ليه بقى؟ شي ووز عايزين نقول هي كانت موالية رسندل هي كان ولاءها رسندل ممكن نكتب بينقصين اللي هو ككينج يعني مش رسندل كشخصه لا كحاكم او كليدر لريتاني فيها كانت موالية ليه فيمكن ان يعتمد عليها اخر نموذج من نمازج من نمازج بيقول في نمبر 1 رسندل اخبر المرشال رسندل كان بيقول للمرشال ان هو قلق بشأن ضموحات الدوق نمبر 2 ازاي رسندل عرف ان الخطاب ده من امرأة عرفه عن طريق ثابت ولذلك عشان نحكي بس بالتفصيل اول ما الخطاب كان ويتفتح كده و بتاع وشاف الخط ثابت قال انا اظن ان الخط ده خط امرأة يبقى مين اللي عرف اللي عرف انه خط امرأة اول شخص هو ثابت طيب رسندل عرف من مين عرف من ثابت طب في سؤال اهم من كده لو انا شلت رسندل هنا وعطيت مكانها ثابت ازاي ثابت عرف ان الخطاب ده من امرأة فروم زرايتينج يبقى تناخد رقم سيلة وشلنا رسندل هنا وحطينا مكانها ثابت طيب. ليه سابت? حيروح مع راسندل للسمر هاوث. هنقول طبعا بوث اي اند بي. اللي هي الاخيرة. اي اللي هي بتقول عشان ينتظروا برا السمر هاوس. والحاجة التانية ازا احتاجة لاي مساعدة يبقى الاجابة الاخيرة. معنا السؤال ده. ايه اللي خلى راسندل يظن انه اللعبة بتاعته هو وسابت اللي عملوها دي انه يتخفى وانه يتظاهر بانه الريال كينج. زهبت الى مرحلة لا يمكن الرجوع عنها يعني في مرحلة لا تراجع على استسلام. ايه اللي خلى يعرف كده? انه الناس حيقولوا عليه مجنون. اذا قال الحقيقة الناس حيقولوا عليه مجنون. طيب ندخل على اسئلة الكريتيكال سينكينج. بيقول اذا كان انتوانيت. لو انت مكان انتوانيت. هل تحاول انقاذ حيات راسندل؟ هل تحاول في انقاذ حيات راسندل؟ ايه 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 ليه طائب تحاول انقاذ حيات راسندل. ايه نقول في رأيك لمحدش لاحظ ان هو ليس الملك الحقيقي وانا اتوقع ان السؤال دي حيكون موجود في الامتحان بطريقتنا او باخرى لكن الاجابة هتبقى سابتة او مواحدة نحفظها كويس دي لازم حنحطها في اي اجابة من الاجابات اللي في الامتحان ان شاء الله هو كان يشبه الملك تماما. بيقول لك لو انت مكان راسندل. ايوا اروح السمر هاوس. ليه بقى تروح السمر هاوس? لكي اعرف زا دو بلانز عشان اعرف الخطط بتاعة الدوب. كده خلصنا اسئلة على تشابتر فايف. تعالوا ندخل على نمازج او اربع نمازج اخرى على تشابتر سيكس. النموذج الاول. بيقول زا دوق دوق هيبقى ملك بطريقة قانونية وشرعية في حالة واحدة. ايه الحالة دي ان هو ماري فلافي. يتزوج فلافي. نمبر تو. الملك محبوس فين في الكسل بالزبط? فين المكان المحبوس فيه. في الغرفة الثانية. وش هادة اللي فيها شباك صغير. نمبر ثري. مين في التلاتة الاجانب? لما روبرت جه في الفصل ده. جه عشان يبلغ رسالة للدوق اه لراسندل. فراسندل سألوا عن واحد. سأل روبرت عن واحد من الاجانب. تلاتة الاجانب. مين هو? سألوا عن ديتشارد. طب يجي حد روح يقول ليش مين انا سألوا عن ديتشارد هو مستر ساعتها يعني كان ليه بيسر عن ديتشارد? لانه قبلها في السمر هاوس كانت حصلت معركة واصيب ديتشارد ووصلت اخبار رسندل انه ديتشارد غادر العاصمة مصابا ويضع بانديج اون هز ارب. يضع ضمادة او زي ما نقول كده يعني ايه جبيرة يعني وحيي زي كده. تمعلقها وحيي في الجبسة وحيي زي كده. حصلت له ايه? حصلت له ايه? حصلت له لما انطلق الى مدينة زندة زندة المدينة يعني الجوة خلاص? هو كان اصلا في زندة. في البيت الريفي خلاص? في الكونتري هاوس. اللي هو بتاع تارلينهايم. لكن هو انطلق من تارلينهايم وتجنها الزندة مع فريدز. ليه هو شعر بالامان? بيقول زير كان هناك الكسير من الناس في الطرقات. ضي. اسألة في النموذج الاول الخاص بشتر سكس بيقول هاو فر؟ هل تعتقد جوهان مفيد لرسندل؟ جوهان مفيد لرسندل الى اي مدى؟ هنقول هي كود بي زا بيرفكت سباي الجسوس المسالي. نمبر توا. واي دي تعتقد البرينسس اقريد تو بي زا كوين؟ ليه الملكة وافقت ان تبقى كوين؟ اف زا كينج دينت ريتيرن فروم زندل؟ ليه وافقت وقالت انا معنديش مانع ان انا ابقى كوين ليه بقى؟ فور زا جود معناها صالح طبعا. فور زا جود اوف روريتانيا. من اجل صالح روريتانيا. طيب نمبر سري سابت ست سابت كان بيقول انه روبرت ده من اسوأ الرجال اللي بيمتلكهم الدوق مايك. كيف اصبح ذلك حقيقيا لما نقول هي ان هو دي سيفد لما نقول ان هو خدع رسندل اند ستابد هم وطعنه او ان زا شولدر. طعنه في كتفه لما خدعوه وطالع ورح بيقول له تعسلم عليه رح ضربه في كتفه اه وز اناف طبعا. طيب النموذج الثاني في شابتر سيكس بيقول روبرت اوفر درسندل روبرت على درسندل سيف جيرني رحلة امنة توزة بردر للحدود. عند امليون قطعة زهبية من اجل اي بقاها. عشان الدوق مايكل يبقى هو الكنج. نمبر تو مايكل وانت تو ماري برينسس فلا. مايكل اراد ان اتزوج في لافي بكوز وانت تو بيكم كينج ليجالي. ليجالي بطريقة شرعية. نمبر سري. واي درسندل رفض زي الساكند اوفر. رفض العرض الثاني. طبعا هو العرض الاول كان في السمر هاوس. من ديتشار ده. العرض الثاني ده اتي كان موجود هنا في تارلنهايم هاوس اللي هو بنسميه الكنتري هاوس. وكان اللي جابه طبعا الروبرت. ليه هو رفض العرض الثاني? he was a loyal and a honorable man. كان رجلا مواليا ورجلا كريما او شريفا. يعني فلا يمكن ان يقبل هذا العرض. number four why wasn't it easy? to sleep at the of zinda? الكلام ده كان على لسان انتو ندم وبه. كانت بتقول ليس من السهل ان تنام في قلعة زنده. لانه everyone was a criminal كلهم مجرمين except the king معادة الملك المسكين. اسئلة هنا في السؤال الاول بيقول what do you think مايكل is mean aimed at? رجال مايكل كانوا بيطمحوا له ايه? by shooting بيرنستاين. ان هما اطلقوا النار على بيرنستاين. while he was in the woods. بيرنستاين ده احد الرجال العشرة اللي جوه مع اه رجال ساب طبعا. اللي جوه مع راسندل لما اتجهوا الى زنده علشان يحرروا الملك في معركة تحرير الملك. فهو بيقول هنا لماذا تعتقد انه رجال مايكل مايكل اطلقوا النار على بيرنستاين. يعني هما ليه اطلقوا على النار وحاولوا قتلوا? نقول to threet. نقول لكي يهددوا راسندل عشان يهددوا راسندل. number two why do you think robert called راسندل by his bear name not the king. روبرت لما جاه في ثاني زيارة في تارلينهايم او في الكونتري هاوس. جانا ده وقال له يا راسندل. ليه روبرت نادع له وقال له يا راسندل عطول ما قالهوش اه كينج? because he knew انه هو كان يعرف. he knew his real identity. معناها شخصية. هو يعرف شخصيته الحقيقية او مين هو حقيقة او هو يعرف he is not the real king انه هو مش الملك الحقي. الاخر سؤال بيقول روبرت سيد روبرت قال ذات مايكل اوفرد راسندل. روبرت جاء انه مايكل عرض على راسندل مورزان هو يعني بيعرض عليك اكتر من اللي يخضر على باله. في رأيه. وات ود روبرت اوفر. بيقول لك ايه هو اللي عرضوا روبرت خلاص? اللي عرضوا روبرت على على اسمهو ده على انه عرض عليه ورحلة امنة وعرض عليه رحلة امنة للحدود وكان يظن ان هذا ايه اكبر مما اا كان يتمناه مما يتمناه راسندل. اخر نموذجين في شابتر سيكس بيقول في نمبر وان افزا كسل وزا التالي. لو القلعة هجيمت مايكل اردت هز من امر رجاله بانه هما يعملوا ايه? في كلا الحالات سواء هجيمت بعدد قليل او بعدد كبير في جميع الحالات في جميع حالات الهجوم على القلعة انه هما يقتلوا لماكس هولفز بلاي لعبه مايكل زبلان في خطة مايكل تو كيل زا كينج هو لعب دور مهم جدا ماكس انه هو يسبت المصورة تو زا ويندو. نمبر سري. ايه الطريقتين الوحيدين اللي كان بيقول عليهم راسندل وممكن بيهم يخرج الملك حيا او على قيد الحياة من زنده الطريقة الاولى انه هو يبقى عندنا مراكل معجزة. او لو حد خدع او خان ميكل. ايه حيحصل لجوهان? اذا لم يحفظه عوده هو لن يكون هو لن يكون امنا. يجي حد يروح يقول لي مسلا. لا دور في القصة كويس. في اول صفحة في شابتر سيكس اول صفحة. في الفصل السادس. هتلاقيه بعد ما كان بيتكلم مع جوهان. راسندل كان بيتكلم مع جوهان وبيقوله خلاص انطلب. ولا بد ان تكون افضل جاسوس بالنسبة لنا. وعمل حسابك. اذا لم تحفظ وعودك. يوود نيفر بي سيف لن تكون امنا. تمام? ما قالوش. السؤالة في الكريتيكال سينكينج بيقول لما تعتقد انه النبض بتاع راسندل كويكيند. لما هو فكر وكان ساب بيقول له والله اظن يا راسندل انك في مثل هذا التوقيت العام القادم ان شاء الله سوف تظل قائدا للريتانيا او ملك الريتانيا كما انت والملك يعني اظن ان هو سوف يقتل مش هنقدر نحرره بسبب الخطط الصعبة اللي هو عملها الدقمة. لما هو راسند لما هو سابت جال كده. راسند الاول ما سمع الكلمتين دول من سابت بيقول لك انه النبض بتاع كويكيند بدأ ايه? يبدأ ايه? يدق ايه? بسرعة او يزداد نبضه. ليه حصل كده. هو سوف يكون دائما في خطر اذا لم يتمكن اذا لم يتمكن اذا اذا لم يستطع ان يثبت انه الدوق خطف فهو بالتالي لن يكون في امان سوف يكون دائما في خطر. طيب نروح على السؤال التاني بيقول ايه كان ممكن يحصل لو قبل العرض بتاع الدوق مايكل هنقول انه مايكل باختصار يعني احنا هنقول حياة كتير بس باختصار هنقول مايكل ميكل هو هيبقى الملك الجديد لماذا كانت مسبتة وكانت تفحص اللي هي او مسبتة. ليه المسورة كانت مسبتة في الشباك بتاع الملك? to throw the body of the king. كي يرمو جسة الملك throw it. من خلالها او عبرها. يرمو جسة الملك من خلال هذه ليه المسورة. اه ممكن نقول طبعا انه رجال الدوق مايكل كود اسكيب فروم ايتي صدقا ان يهربوا منه. طيب بالاضافة ان هم هرموا طبعا الملك. اخر النموذج عندنا في سؤال اولا بيقول what did sabt think of robert هنزو? ايه كان رأيي سابت في robert هنزو? he was the worst criminal in ruritania اسوق مجرم في ruritania. what conclusion ايه المضمون او الخاتمة did sabt reach وصل الهساب? after knowing مايكل's plans بعد معرفة الخطط بتاعت مايكل انه راسندل would be king forever. what did robert do? ايه عمل روبرت? to راسندل? when he visited the house in the country. روبرت عمل ايه مع راسندل? لما زاره في البيت الريف اللي هو تارلينهايم he stabbed him in the shoulder ضعن وفي كتفه. السؤال الرابع بيقول where is the king kept in the castle? اين يوجد الملك في الكسل في القلعة? نقول ان اروم في حجرة نكستو زا كسل موت بجوار الخندق الماء. اخر اسئلة معانا في حلقة النهاردة اسئلة الكرتكال سينكينج بيقول why do you think راسندل اسكت جوهان? ليه راسندل? في اعتقادك يعني ليه راسندل? طلب من جوهان not to tell anyone who the prisoner was? راسندل قل للجوهان ما تقولش الحد مين هو السجين الهناك? نقول so that no one could recognize him. عشان محدش يقدر يتعرف على راسندل لو عرفوا انه في ملك هناك يبقى يعرفوا ان الاخ اللي موجود هنا ده وبيحكم الريتاني he is not the real king. ان هو مش الملك الحقيقي. فيتعرفوا على شخصيته. number two robert prove to be a very bold and daring young man. robert اثبت بان هو جريء خلاص? ويعني اه حماسي. young man شاب جريء وحماسي. do you agree? نقول yes. اتفق. he stabbed the king. هو طاع عن ال king او طاع عن راسندل in the shoulder. دي معناها ان هو جريء جدا. number three. بيقول three of michael is men visited the Tarleneheim house. تلاتة من رجال الدوق ميكل زاروا Tarleneheim. as soon as the group arrived. مجرد ما وصلوا. دي الزيارة الاولى. التلاتة اللي زاروه هم التلاتة الريتانين. اللي هما الروبرت وليننجرام وكرافستن. why do we think this visit was important? ليه زيارة دي كانت مهمة? ليه? هما جوه اصلا عشان يعملوا ايه? تو تل راسندل. زد. زدوق. and many of his men انه الدوق والكسير من رجاله where ال كانوا مرضى ولذلك هو لا نسمح له بدخول الكسل علشان هو مريض هو والكسير من من رجاله او الكسير من الخدم. في نهاية حلقة نهاردة ما تنساش انك لو لحد ما خلصت الحلقة وانت ملحكتش تعمل سبسكرايب يريد تعمل سبسكرايب في القناة. وما تنساش اهم حاجة الاهم من ده كله ان انت تعمل للفيديو عشان زمايلك اللي ما يعرفوش بالفيديوهات يشوفوها او يمكن يشوفوا سؤال وياجي في الامتحان فيكون ده بسببك انت فربنا يكرمك في الامتحانات كلها وفي كل المواد بسبب انك سعدت حد من زمايلك. في النهاية اشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم. وفي النهاية احب اكد ان احنا بكرا ان شاء الله عندينا حلقات المراجعة النهائية بكرا بازن الله يوم ما تفوتوش على القناة خالص خالص وما تنساش تعمل شير للجدول اللي احنا كنا عاملينه بتاع الموعيد وما تنساش تعمل شير لموعيد القناة ان شاء الله او الدروس وتقول لزمايلك عليها حاول تنزلها على صفحتك على الفيسبوك او تنزلها حالة على الواتس او على اي حاجة او تبلغ بها زمايلك في اي مكان. واشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته